حضر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش من أن لبنان على حافة الهاوية مع تصاعد وطيرة الغارات الإسرائيلية على أهداف لحزب الله في الجنوب وأعرب جوتاريش خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عن قلقها من أن يمسي لبنان غزة ثانية في تلك الأثناء تبقى غزة كابوسا لا يخبو وقد يدفع بالمنطقة كلها في أذياله ولا حاجة لأن ننظر إلى أبعد من لبنان ولا بد أن يعتارينا القلق جميعا جراء هذا التصعيد فلبنان على شفير الهاوية وشعب لبنان وشعب إسرائيل وشعوب العالم لا يمكن أن تسمح بأن يمسي لبنان غزة ثانية اشبه الان